بين الجزائر وأنقرة شراكة اقتصادية شعارها الاستدامة والتكامل شكل فيها تعاون متزايد عنصرا ثابتا في بيئة اقتصادية عالمية مضطربة بلغة الارقام شهدت تبادل التجاري بين الجزائر وتركيا ارتفاعا ملحوظا منتقلا من ثلاثة ملايير وثلاثمائة مليون دولار في الفين وعشرين الى خمسة ملايير وثلاثمائة مليون دولار خلال السنة الجارية ما يمثل زيادة باكثر من ثلاثين في المئة بالمقارنة بين الفترتين وتيرة متسارعة يطمح طرفان عبرها الى بلوغ مبادلات بينية بحدود عشرة ملايير دولار افق الفين وثلاثين عذاك النحو بشكل لافت تتعزز ايضا الاستثمارات التركية في السوق الجسائرية بتسجيل ارتفاع ملحوظا في تدفق رؤوس الاموال التركية الى الجسائر في السنوات الاخيرة مناهزة حجز الخمسة ملايير دولار استثمارات مكنت من استحدات اكثر من ثلاثين الف منصب شغل ارقام حجزت لتركيا مكانة كاول مستثمر اجنبي في الجسائر خارج قطاع المحروقات كما جعلت ميل الجزائر المستقطب الاول للاستثمارات التركية في افريقيا والسابع عالميا بالتزامن مع ارتفاع عدد الشركات التركية الناشطة في السوق الجسائرية من تسعمائة مؤسسة في الفين وعشرين الى ما يقارب الفا وستمائة مؤسسة السنة الجارية استثمارات تركية عملاقة تساهم اليوم في خلق الثروة ومناصب الشغل على غرار مركب دوسيا لغربي الجزائر الذي تبلغ طاقته الانتاجية مليوني طن سنويا من الحديد والصلب تمكن من تصدير ما قيمته مليار دولار في وقت وجيزة كما كان لصناعة النسيج نصيب ايضا من المشاريع التركية الهامة في السوق الجسائرية بغلاف استثماريا بمليار ونصف مليار دولار لمركب تايال للنسيج انطلاقا من مبدأ الربح المشترك وتبادل المنفعة اطلقت الجسائر بدورها استثمارا هاما في مجال البترو كيمويات في جهان التركية بشراكة بين مجمع سونتراك ورونيسونس القابضة التركية بقيمة الاستثمارية وصلت الى مليار واربعمائة مليون دولار لانتاج اربعمائة وخمسين الف طن سنويا من البولو بروبيلانا الشراكة التقوية حاضرة من خلال تأمين الجزائر لحاجات تركيا من الوقود الازرق حيث تصدر الجزائر خمسة ملايير واربعمائة مليون متر مكعب من الغاز سنويا الى تركيا هي شراكة شاملة ومتكاملة تجمع بين الجزائر وتركيا تعززها حركية تجارية متصاعدة واستثمارات متزايدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر